الى العاصمة المؤقتة عدن يصل المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد للقاء الرئيس هدي ومسؤولين في الحكومة في محاولة جديدة لانعاش المشاورات التي تعيش موتا سريريا منذ اشهر زيارة خاطفة تحمل في مضامينها ما بات يعرف بالخارطة الاممية المعدلة التي لم يفصح عنها حتى هذه اللحظة غير ان تأكيد ولد الشيخ على حرص المجتمع الدولي بتحقيق السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث وابرزها القرار الاممي 2116 يشير الى الاطار العام للزيارة جولات المبعوث الاممي في هذا التوقيت كما يقول متابعون فقدت الاهتمام الواسع من قبل الرأي العام اذا ما قورنت بالتحركات التي لها علاقة بمشاورات الكويت وما سبقها والتي علق اليمنيون عليها امالا واسعة بحل سياسي قبل ان تتنصل الميليشيا من كل الاتفاق فيما تأخذ اللحظة العسكرية على الارض منحا اكثر تأثيرا وابلغ اهتماما وقد باتت تستأثر بمتابعة الشارع اليمني المراقب لتطورات المعركة في الميدان وفي اكثر من جبهة وهي تمضي في انتزاع الارض من تحت اقدام البليشيا خصوصا عقب عودة الحكومة الى عدن الامر الذي عزز حضور الدولة في اكثر من صعيد واسهم الى حد ما في حل اشكالات من بينها المرتبات والجرحى ناهيك عن الحضور العسكري للجيش والمقاومة في كثير من المواقع كما ان حركة اقتصادية لها اثرها بدأت في كل من مأربة وحضر موت ترجمة نانسي قنقر